في الوقت الذي أعلن فيه الجيش الإسرائيلي استعداده لعملية اجتياح بري لقطاع غزة وعينه الأخرى على جبهة ثانية قد تفتح عليه من جنوب لبنان أعلنت إسرائيل تشكيل مئات الفرق الأمنية من المستوطنين والمتطوعين وتسليحها تحسباً لوقوع اترابات بين اليهود والعرب بسبب الأحداث الجارية وزارة الأمن الوطني من جهتها أصدرت أمر بتوزيع 20 ألف سلاح على هذه الفرق وسيعقب ذلك توزيع 20 ألف أخرى مشيرة إلى أن المتطوعين سيحصلون على سطرات واقية وخوزات وتسببت الحرب الحالية وتصاعد الأعمال العدائية على الحدود مع لبنان وفي الضفة الغربية في إثارة المخاوف إذا العلاقات العرقية المتوترة بالفعل داخل إسرائيل وفي هذه الأثناء ألقت الشرطة الإسرائيلية القبضة على عشرات المواطنين العرب استناداً إلى منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي ووصف بعض محام المقبوض عليهم هذه الإجراءات بأنها غير قانونية وتهدف إلى تكميم الأفواه المعارضة للحرب إذن يأتي تسليح المدنيين الإسرائيليين في خضم الحرب الدائرة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية وتحذيرات من أن يمتد القتال بين الطرفين إلى مناطق أخرى خارج الحدود